شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصلا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنياء لرئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي وعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات سواء على المستوى الثنائي أو في إطالة آلية التعاون الثلاثي مع قبرص ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس السيسي مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان ومعربا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعيدة أعلن الجيش الأوكراني أن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى مقتلي المال يقل عن ثمانية مدنيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين في ليمان بمنطقة دونتساكا وذكرت هيئة الأركان العامة لقوات مسلحة الأوكرانية في تقراريها المسائي أن قوات الروسية قامت بمحاولات وصفها بالفشلة للتقدم في قطع ليمان مشيرة إلى تعرض ما لا يقل عن عشرة بلدات وقرى للقصف احتجت الرئاسة الروسية الكريملين على عودة عدد من قادة كتيبة أعظافة التي تصنفها موسكو إرهابية من تركيا إلى أوكرانيا برفقة رئيسها بولادامير زيلنسكي وأكدت الرئاسة الأوكرانية أنها أعادت عددا من هؤلاء القادة بعد مفاوضات مع الجانب التركي واستقبلهم في مطار اسطنبول زيلنسكي الذي كان يقوم بزيارته إلى تركيا التقى خلالها نظيره رجب طيب أردغان واعتبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن عودة قادة كتيبة أعظافة من تركيا إلى أوكرانيا ليست سوى خرق مباشر جديد لشروط اتفاقات مبرمة طالبت وزيرة الخزانات الأمريكية جانت تيلن برفع مستوى الاتصالات بين الصين والولايات المتحدة لتحسين عملية صنع القرار في المجال الاقتصادي وحثت تابكين على الانضمام إلى المبادرات العالمية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ وقال تيلن خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه على الرغم من توطر العلاقات بين البلدين وأظهر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين لمستوى قياسي العام الماضي أن هناك مجالا واسعا للتعاون في التجارة والإثمار وأنه من المهم تركيز على مجالات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة الخلافات من خلال الحوار أصيب 26 شرطيا بمدينة غرب ألمانيا في صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقي وفق ما أعلنت الشرطة المحلية وأكدت الشرطة عبر تويتر أن 26 من عناصرها أصيبوا بجروح نتيجة رشق الحجارة لافتة إلى أنها قامت بإيقاف نحو 100 شخص وتم حجد قرابة ألف شرطي منذ جمعة بشمال فرانكفورت لتأمين المهرجان الموسيقي الذي سبق أن شهد صدامات العام الماضي ارتفعت حصيلة انهيار المبنى بالبرازيل إلى 14 قتيلا على الأقل بعد العثور على ثلاثة جثث بين الألقاد وأوقف عناصر إطفاء بحثهم بعد العثور على جثث امرأة وطفلين مفقودين منذ انهيار المبنى الذي لم يستوف معي إلى السلامة كما أصيب 11 شخصا تروحة عمرون بين 45 و45 عاما وفق الحماية المدنية في ولاية بيرنا موبكو البرازيلية ورياضيا خسر مستخب مصر الأولمبي لقب طولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بعد الهزيمة أمام منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف المباراة النهائية التي جمعتهم على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله وأتقدم المنتخب الوطني بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمود صابر قبل أن يدرك منتخب المغرب التعادل في الدقيقة السابعة والثلاثين عن طريق يانيس بقراوي لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويلجأ المنتخبان للوقتين الإضافيين وفي نهاية الشوط الأول الإضافية تمكن أسامة تارجالين من تسجيل هدف الفوز لأسود الأطلس وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف النظيف دور نصف النهائي ختام المجزء الثامنة فاصل وأنا أود لحظةكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى موسيقى